السلام عليكم لسنتين يونت سبن الدرس العاشر من اليونت السابع استخدام المكتبة وقطعة الوحيدة بيونت السابعة هي استخدام المكتبة وقطعة جدا سهلة يعني بالنسبة لي قارنها بسهولة قطعة زيت طارق باليونت الاول نبدي نقراها واحد يحكي وراح نسميه احنا من هسهما اللي يستخدموا المصطلح مالته هو الرايتر كاتب هذي القطعة واحد يحكي عن نفسه فيقولون الكاتب هو يحكي من تركت المدرسة يعني اتخرجت بديت اعمل في وين بنك فشغلي بالبنك I gave people information قدمت معلومات للناس about their accounts عن حساباتهم and cashed checks وصرفة الشيكات I enjoyed it for a while استمتعت بعملية لمدة عادة البشر هو هذا اكثر يعني نبدي بمهنة معينة نشتغل وبعدين ورا فترة نبدي نمل فيقول I enjoyed it for a while but then I decided it wasn't what I wanted to do for the rest of my life بعدين شفت انو هذا الشغل مو اللي راح اقضي بي عمري كله I had this idea that I would quite like quite like a job which involved traveling كان ببالي فكرة دائمين انو انا يريد شغل او مهنة تتضمن السفر فهنا عدنا شي مهم انو هو يريد يسافر يريد يطلع من يشتغل يسافر ويطلع خارج البلد however مع ذلك I didn't know what sorts sorts يعني types أو kinds انواع هذي كلهم لاني types و kinds انواع و sorts ايضا انواع هاي المرادفات اللي تفيدك يعني ف I didn't know what sorts of jobs there were فمتشنت اعرف شنو نوعية الوظائف اللي موجودة اللي ممكن اني احلم بيها or what I needed to study ولا حتى شنو ادرس حتى احصل بدمهنة معينة وجديدة so I started coming هذي مهمة فليهذا بديت اجي to the central library of Baghdad اللي مكتبة بغداد المركزية regularly بشكل منتظم to look for information حتى ابحث عن معلومات that might help me اللي قد تساعدني في هدفي هذا I was astounded astounded هي بالضبط surprised ايضا متفاجئ ممكن ايامات تجي puzzle puzzled لانو puzzled تكون يعني بمعنى الحيرة هنا انا لقم باب الاعجاب I was astounded كنت مندهش by the help that is available to people like me تفاجأت بكمية المساعدة المقدمة للاشخاص اللي مثل وضعي when I left the school I started working for a bank I gave people information about their accounts and cash checks I enjoyed it for a while but then I decided it wasn't what I wanted to do for the rest of my life I had this idea that I would quite like a job which involve travelling however I didn't know what sorts of jobs there were or what I needed to study so I started coming to the central library of Baghdad regularly to look for information that might help me I was astounded by the help that is available to people like me هذه الجملة اجتي بالوزاري اسقاطات وشايلين كلمة information فمنها سنبهكم عليها the library has a range a range يعني نطاق of information نطاق من المعلومات for people who are looking for the right career للناس اللي يبحثون عن المهنة المناسبة career مهنة يعني معنى الوظيفة وهي المهنة اللي حتكون عندنا المناسبة اللي تناسبه ويعشاقة فfirst اللي موجود there is a whole section قسم كامل whole يعني كل وهنا يجي كامل section قسم ما شنو هذا القسم of books لكتب about different careers عن المهنة المختلفة هذه الكتب اللي هي ده يقول they ده يقصد ضميرها describe تصف هذه الكتب the various jobs الوظائف المتنوعة various متنوعة and also tell you وأيضا تخبرك بها معلومات what skills ما هي المهارات or qualifications أو الشهادات المؤهلات you need to do them اللي تحتاجها حتى تبدع وتقدر تحصل هاي الوظيفة I've been taking a different book out each week فبالنسبة لي كل اسبوع أخذ الكتاب مختلف it's really interesting وهذا شي ممتع a lot of the time we only think about the jobs that we often hear about معظم الوقت إحنا نحول إلى مهنة إحنا أصلا نعرف بها وسامعين بها but there are so many unusual jobs around لكن هناك الكثير من الوظائق والمهن والأشغال والأعمال المختلفة اللي إحنا ما سامعين بها and with the new technology ومع وجود التكنولوجيا الحديثة وبتقدم التكنولوجيا الحديثة وهذا جواب يا سؤال new jobs are appearing all the time تظهر وظائف جديدة طول الوقت وهذا من الأسئلة اللي بدأوا بيها يعني أول سؤال نطرح على هذه لماذا تظهر why are new jobs appearing all the time ليش تظهر أن وظائف جديدة طول الوقت نجاوبهم with new technology أو نقول because the new technology بسبب تطور تكنولوجيا أكيد تظهر أن وظائف جديدة there are also books with advice أيضا هناك كتب بها نصائح on how to find job vacancies أنه كيف نقدر نجد وظائف شاغرة vacancies طبعا هي vacancy هاليا شاغر فتصير وظائف شاغرة هنا جمع and also how to prepare for and get through interviews وأيضا هالكتب بها معلومات عن كيف تتهيئ prepare for and get through وتجتاز في الانتربيوز المقابلات العمل I have learned a lot about how important body language أيضا تعلمت الكثير عن أهمية لغة الجسد as in an interview في مقابلات العمل and also how to look business like وكيف تبدو رجل يعني شخص مؤهل للعمل business like يعني شخص قادر على العمل أو ملائم للعمل والوظيفة المناسبة they explain يقصد الكتب how to write good CV too أيضا هاي الكتب بها أن شون تكتب لك CV سيرة ذاتية جيدة أيضا which is really important وهاي السيرة الذاتية أيضا مهمة جدا the library has a range of information for people who are looking for the right career firstly there is a whole section of books about different careers they describe the various jobs and also tell you what skills or qualifications you need to do them I've been taking a different book out each week it is really interesting a lot of the time we only think about the jobs that we hear we often hear about but there are so many unusual jobs around and with a new technology new jobs are appearing all the time there is also there are also books with advice on how to find job vacancies and also how to look how to prepare for and get through interviews I've learned a lot about how important body language is in an interview and also how to look business like they explain how to write a good CV too which is really important if I need to learn new things it seems how to use or take extra qualifications or take extra qualifications or take extra qualifications I can't get information about classes at the library I can't get information about classes at the library ونلقى هاي المعلومات عنها في المكتبة. They have some school and college catalogs. أكو موجود كتابات وكتب إرشادات وكتب كتالوغات المسميه هنا. عن الكليات والجامعات اللي موجودة فأني أطلع عليها. And there are computers. وأيضا موجود في المكتبة. Computer where I can look for information. اللي أقدر أجيب يعني بوجود الإنترنت طبعا. أن ألقى معلومات about evening and summer classes. عن الدروس المسائية والصيفية. يعني الدورات المسائية والصيفية. I hadn't realized. لم أدرك there were so many different things I could study. بحيث تفاجأت إنه شقد أكو أشياء ومواضيع ومعلومات كثيرة ممكن أن أدرسها. Since هنا. Since منذ عادة معناها. لكن هنا معناها بما أنه أو بسبب يعني. Since إذا يجي بعدها وقت تصير منذ. وإذا هي تجي بداية الجملة أو يعني. تشوفهم بعدها عبارة مو وقت. لما يحشون عن وقت فتصير بمعنى بسبب أو لأنه. فلأنه I want to travel. بسبب إنه أنا أريد أسافر. I want to travel. I'm sure I'll need better language skills. فمؤكد إنه أنا راح أحتاج مهارات لغوية أفضل. So I definitely. فبالتأكيد I need to improve my English. أحتاج أن أطور لغة الإنجليزية. And maybe learn another language. أو شكو بيها ممكن إنه أتعلم لي لغة أخرى جديدة. فهنا راح يقولوا لي ليش هو يريد يتعلم لغة إنجليزية. فنقول لي أنه هو يريد يسافر يعني. In addition to information about the classes. بالإضافة للمعلومات عن الدروس أو عن الدورات. The library also. يعني هما بالمكتبة يقولوا لي وين تروح بها معاهد تلقى هاي الدورات. لكن اتضح أنه بداخل بناية المكتبة أيضاً أنا ممكن أقدر أتعلم. فنشوف يقول The library also has a lot of its own materials. To help me do this. يقول يعني أنا من روح للمعاهد أكيد راح يعلموني دورات وينطوني كتب وينطوني فتأشياء. فاكتشفت إنه المكتبة بها its own materials. بها أشياءها الخاصة بيها. To help me do this. حتى أقدر أتعلم مهارات جديدة أو أدرس فتشي ثاني. It has books in English. بها كتب باللغة الإنجليزية. And also lets you borrow DVDs. وأيضاً تسمح لك إنه تستعير أقراص الـ DVD. With language learning games and exercises. اللي بها ألعاب تعليم لغة إنجليزية وتمارين. They have information about language tests. أيضاً بها معلومات عن اختبارات اللغة الإنجليزية. سامعين مثل التوفل والآيلات سدني. And practice books وأيضاً كتب تدريب. To help prepare for examinations if you need the qualifications. أيضاً بها كتب تمارين حتى تتحضر للامتحانات. إذا تحتاج إنه تحصل على شهادات أكثر. If I need to learn new things or take extra qualifications. I can get information about classes at the library too. They have some school and college catalogs. And there are computers where I can look for information about evening and summer classes. I hadn't realized there were so many different things I could study. Since I want to travel, I'm sure I'll need better language skills. So I definitely need to improve my English. And maybe learn another language. Two, in addition to information about the classes. The library also has a lot of its own materials to help me do this. It has books in English. And also lets you borrow DVDs with language learning games and exercises. They have information about language tests and the practice books to help prepare for examinations if you need the qualifications. Another important section of the library. قسم مهم آخر موجود في المكتبة is its daily selection of newspapers and magazine. وهو القسم الخاص بالصحف والمجلات. I look through these to find job offers. أنا بالنسبة لي يعني أطلع أو أبحث في هذه الكتب والمجلات عن job offers. عروض عمل. ومن المهم لأنه مهم جدا أنه أعرف ما هي مواقع الانترنت اللي وظيفتها توفر وظائف على الانترنت. The librarians موظفي المكتبة have told me how to get information about companies. أيضا ساعدون دول الموظفين اللي بمكتبة أنه أشتون أقدر أحصل وأجمع معلومات عن الشركات. I can't find out where they are. فممكن أعرف هما وين موجودين. ببلدي. بغير بلد. بأوروبا. بأمريكا. بأي مكان. What they do. شي سوون. شنو طبيعة شغالهم. And how big they are. وحجم الشركات. هل هي حجمها. أو هي شركة بسيطة. شركة عملاقة. This will be useful information when I decide to apply for a new job. وهذا الشي مهم. وتكون معلومات مفيدة لما أنا أريد أقدم على الوظيفة الجديدة مالتي. I'm sure I'll. I'm sure all this research will pay off. أنا متأكد كل هذا البحث والعناء والتعب سيؤتي ثمارة. pay off يؤتي ثمارة. And that one day I will have my dream job. يوم اليوم راح إن شاء الله أحصل وظيفة اللي أحلم بيه. And it will all be thanks to the library. وهذا كل راح يكون الفضل والشكر للمكتبة. If I need to learn new things or take extra qualifications I can't get information about classes at the library too. They have some school and college catalogs. And there are computers where I can look for information about evening and summer classes. I hadn't realized there were so many different things I could study. Since I want to travel I'm sure I'll need better language skills. So I definitely definitely need to improve my English and maybe learn another language too. In addition to information about the classes, the library also has a lot of its own materials to help me do this. It has books in English and also lets you borrow DVDs with language learning games and exercises. They have information about language tests and practice books to help prepare for examinations if you need the qualifications. Another important section at the library is its daily selection of newspapers and magazines. I look through these to find out job offers because it is good to know what job sites on the internet. The librarian have told me how to get information about companies. I can't find out where they are, what they do and how big they are. This will be useful information when I decide to apply for a new job. I'm sure all this research will pay off. And that one day I will have my dream job. And it will all be thanks to the library. The writer wants to find a job in his country. يريد الكاتب أن يجد وظيفة داخل البلد. وهذه false لأنه هو يريد يسافر. وهذه false. At the library, the writer can learn how to apply for jobs. في المكتبة يمكن للكاتب أن يتعلم كيف يقدم على الوظائف. true هو رايح أصر على هالشغلة. The writer can borrow DVDs. يمكن للكاتب أن يستعير أقراص DVD من المكتبة. أيضا هذه true. He reads the newspapers at the library to find out what is happening in the world. يقرأ الكاتب للصحف في المكتبة ليعرف ماذا يجري في العالم. خطأ لأنه يبحث عن عروض عمل جديدة أو يجد وظائف شاغرة. He has already applied to some companies. قدم الكاتب مسبقا لبعض الشركات. وهذا خطأ لأن بعده يتعلم. التمرين البعده راح يكون عبارة عن هذه الastounded. يعني عندنا هاي الكلمة الastounded. يقول شنو معناها. هل هي disappointed محبط؟ هل هي surprise متفاجئ؟ هل هي upset منزعج؟ فنحن نقول هي surprise astounded هي متفاجئ. الbody language لغة الجسد. How you sit and move كيف تجلس وتتحرك. How you dress كيف تلبس يعني ترتب الملابس. How you talk كيف تتكلم وهي كيف تجلس وتتحرك. appropriately بالشكل الصحيح. In the correct way بالشكل الصحيح أو بالطريقة الصحيحة. At the right time في الوقت المناسب. For the right reasons للأسباب المناسبة والملائمة. فهي in the correct way بالطريقة الصحيحة. Since بسبب. From this time من هذا الوقت. Although بالرغم من. Because بسبب. وأكيد هي رح تكون. Because بسبب. Pay off يؤتي ثماره. Bring a lot of money. يجلب الكثير من الأموال. Bring the right results. يجلب النتائج المرجوة. النتائج المتوقعة. Can help me become a librarian. يساعدني أن أصبح موظف مكتبة. وهو يجلب النتائج الصحيحة. The pay off هي أنه يجيب نتيجة غناب هذا المعنى. وزاريات قطعة المكتبة وكل السهلة. Why are new jobs appearing all the time. لماذا تظهر وظائف جديدة طوال الوقت. طبعا ترجمة موجودة. Because of the new technology. بسبب التكنولوجيا الحديثة. كل ما تطور التكنولوجيا. تظهر وظائف جديدة. Why did the writer go to the central library of Baghdad. لماذا ذهب الكاتب لمكتبة بغداد المركزية. To learn how to apply for jobs. ليتعلم كيف يقدم على الوظائف. The writer went. ذهب الكاتب لمكتبة بغداد المركزية. To learn how to apply for jobs. يتعلم كيف يقدم على الوظائف. At the library the writer can learn how to apply for jobs. في المكتبة يتعلم الكاتب كيف يقدم على الوظائف. True. The writer went. ذهب الكاتب to learn how to apply for jobs. The writer went to the central library to look for. هنا أنا ما نضيف لي look for. إحنا ما نجيب يعني إذا بالمكتبة ليتعلم. هنا اللي يبحث عن information. ليبحث عن معلومات. شي يسوي بها. To ونجيب هذا من جديد. Learn how to apply for jobs. ليتعلم كيف يقدم على الوظائف. How is the daily selection of newspapers. كيف ليقسم الصحف والمجلات في المكتبة أن يكون مفيد. To find new job offers. نجد to find new job offers. لأن نجد أروض عمل جديدة. Why did the writer go to the central library of Baghdad. To learn how to apply for jobs. The writer has learned a lot about how important body language is in interview. تعلم الكاتب أهمية لغة الجسد في مقابلات العمل true. دائما جملة DVD يستطيع الكاتب أن يستعرق رأس DVD من المكتبة. True. لماذا الكاتب ذهب لمكتبة بغداد المركزية. To learn how to apply for jobs. ليتعلم كيف يقدم على الوظائف. Why does the writer need to improve his English. لماذا يريد الكاتب أن يطور لغته الإنجليزية. Because he wants to travel. لأنه يريد. لأن يسافر. وفن كامل هفغل. فنكمل هفغل. لأن يسافر من أجل العمل. ما هي فائدة الصحف والمجلات في المكتبة لجد الكاتب معلومات عن الدورات المسائية والصيفية في المكتبة فشل الكاتب بعمل البنك واللي هاذر بداي يبحث عن وظيفة خطأ هو بس مجرد مل من عده جملة الدي بي دي بي دي يستعير الكاتب أقراص الدي بي دي من المكتبة عندما كان الكاتب يعمل في البنك قدم معلومات عن السفر الجاب على الجاب الكتب اللي فيها نصائح تساعد الناس أن يجدون وظائف شاغرة At the library the writer can learn how to apply for jobs يتعلم الكاتب في المكتبة كيف يقدم على الوظائف لماذا new jobs appearing تظهر وظائف جديدة دائما بسبب التكنولوجيا الحديثة كيف يتعلم الكاتب في الناس أنتخف مفيدة؟ نجد وظائف او عروض وظائف جديدة طبعا مثل ما شفنا بالقطع ما لليونت ستة انه سنة العشرين ما كانت موجودة لانه حذف يونت ستة ويونت سبعة وايضا هنا موجودة وراح نروح نشوف السنة الثنين وعشرين اش اجت عليها اسئلة سنة الثنين وعشرين لماذا الكاتب يريد تطور لغة الانجليزية يريد ان يسافر من اجل العمل ايضا للمكتبة بغداد المركزية للمكتبة بغداد المركزية المكتبة بيها معلومات عن الاختبارات للغة الانجليزية ويوجد ايضا للمكتبة كتب تدريبية لتطور 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 لالتهيئ للامتحانات يقرأ الكاتب الصحف في المكتبة اللي يعرف ماذا يجري في العالم وهذا اخر شي بقطعة المكتبة قطعة بسيطة وسهلة مثل ما تشوفون يركزون على انه ليش الكاتب ذهب للمكتبة المركزية ونشدد ونقول احنا ممكن من اي مكان يجيبون بعض اسئل امامة موجودة حاليا بالوزاريات لكنها اول تالي رح احنا حاضين القطعة ونعرف كل تفاصيلها ونعرف نتعاملها بالشكل الصحيح اتمنى المعلومات كانت وافية وساعدتكم ان تفهمون القطعة والسلام عليكم